الامس يعني. مسماني الناس كتير بتتكلم على مسماني دايما. الراجل بيكسب بيتكلمه عنه. بيكسب وباداء برضو بيشككه في قدراته. حتى لو اتعادل او خسر بليتبقى فرصة للكسير في الانتقاد والتقطيع والتجريح في هذا المدير الفني المميز. كل الناس لها حق الانتقاد. كل الناس لها وجهة نظر تحترق. ما فيش اي مشكلة خالص. لكن يا جماعة دايما لازم نبص للأساس. الراجل ده عمل ايه مع الفرقة? لا عمل حاجات كتير. الراجل ده جاب ايه للفرقة? لا جاب حاجات كتير. بالمجموعة اللي معها بالجلسة الفني طبعا كله. فبالتالي انبارح عمل مباراة كبيرة بتغييرات مميزة بمستوى فني مميز. الراجل واقف على الخط طول المطش. بيدي تعليمات. واحنا جمان حتى زميلي عمر فهمي كان في المباراة انبارح. فبيقول لي حتى واحنا كسبانين ثلاثة في كرة تقطعت لنقفشة كان بيتنطط على الخطم الدايق. يعني كان عايز اكتر واكتر واكتر. فده مدير فني كويس. ده مدير فني عنده امكانيات كبيرة. زي موطر حاجاته طبيعي يحصل دروب. وطبيعي يبقى عنده اخطاء بالمناسبة. مفيش حد معصوم الاخطاء. اكيد مدير فني ممكن يغلط ممكن ياخد كرارات غلط. ده طبيعي في القور. لكن المجمل ايه? ومجمل النتاج بالنسبة لي ايه? ممتازة. ممتازة لحد دلوقتي يا مخسرت شوالة طولة. ومكمل. بل بالعكس كمان قربت ان انا اوصل لنهاية افريق. وبإذن الله يكون فرصنا كبيرة في ان احنا ناخد البطولة بإذن الله تعالى. تعالى نتكلم كمان على مين? على بيرسي تاو. برضو التشكيك فيه كان كتير. ومش بقوليني دي احسن حاجة عند بيرسي تاو. لا ده فيه احسن من كده بكتير بقى. ده فيه احسن من كده بكتير. الرجل امبرح نجمل مباراة الاول. شارك في الاربع اهداف. جاب هدفين وصنع هدفين. بيقدي اداء ممتاز. ومجهود كبيرة على مضارة تسعين دقيقة. وتركيز كبير. ما كانش موفق خالص الفترة اللي فاتت. انفرادات بديه على اهداف سهلة. بديه على حاجات غريبة بيعملها في الملعب. ما كانش موفق. لكن دايما يا جماعة لازم نشوف الكواليتي بتاع اللعيب. هل هو لعيب كوي. هو الاهل يا جماعة هيدفع فلوس قد كده. في اللعيب جايبه من الدور انجليزي. هو مش عارف واسق في امكانياته. طبعا لا. لكن وارد قوي. زي ما المدير الفاني ممكن ما يبقاش موفق في بعض الفترات. ممكن كمان بيرسي تاو ما يبقاش موفق او اي لعيب اخر ما يبقاش موفق في بعض الفترات. لكن بيبقى فيه ثقة في الجهاز الفني. وثقة عند المسئولين. وعند الجمهور كمان في امكانيات اللعب. وانه هيرجع في الوقت المناسب. انه هو يكون مؤثر معك في النصف انه ايه دوري ابطال افريقيا. هو ده المطلوب من لعيب بحاج بيرسي تاو. انا بقى بصراحة مبسوط جدا جدا بياسر ابراهيم. الراجل ده مكيفني. مكيفني مش قادر اقولك ازاي. تطور مستمر. مباراة مباراة. مباراة بعد مباراة. ايه بيه ده. حاجة منتهى الروعة. منتهى الجمال. عمل مباراة كبيرة مباراة على غرار المباراة الكبيرة العديدة. اللي ادى على مدار الفترة اللي فاتت. فأسر ابراهيم ده مدافع. بخلي بالك بعد. جات فترات. كان برح سبات فيلر. لو نفتكر جات فترات كان بيضع دك كتير. لكن الراجل لما بيشارك. وهو ده ده دور اي لعيب لما بيشارك. ولما الفريق بيحتاجه. بيقدي بأداء مش طبيعي. دلوقتي هو موجود بشكل اساسي. ومع ذلك رغم ان هو عارف موجود ان هو موجود بشكل اساسي. لكن بيقدي بشكل كبير قوي. ممتاز ورائع. ويستحق كل التحية والتقدير ياسر ابراهيم. مبسوط كمان بأداء طاهر محمد طاهر. امبارح. عمل جون وجاب جون. وفي جون كمان جابه تسلل صحيح في الحقيقة. عمل مباراة كبيرة جدا طاهر محمد طاهر. سعيد كمان من دبن المكاسب. محمد شريف بعد فترة غياب عن التهديف. لكن جاب جون ومش اي جون. ده بتأني. وبهدوء. وبفنش. مفيش احسن من كده. هدف عمله له بيرسي تاو. حطها تشيب من فوق جون. كان الهدف الثالث. فبرضه مكسب المكاسب المباراة الكبيرة جدا. مبارح. خلي بالك بقى. عشان تعرف مقاومات فريق البطولة. الاهل مبارح بيلعب ناقص عدد من اللاعبين المهمين والمؤسرين جدا في صفل في فريق. لما تيجي تتكلم عن بدر بنون. لما تيجي تتكلم عن اكرم توفيق. لما تيجي تتكلم عن عمر السلية. اللي هو انا بعتبره في وجهة نظر انا يعني هو اهم العيد في مصر. لما تيجي تتكلم عن محمد عبد المنعم. ده فيه تاني. بس الاربعة دول مثلا. كفاية دول. الاربعة دول يهدوا اي فرقة. يهدوا استقرار اي فرقة. يخلوا ان يعني ايه. الفريق مش بنفس القو. مش بنفس الروح. مش بنفس الكفاء. لكن هنا بقى الفرق. ما بين فريق بطولة. ها. وفريق مسئوليش تغلوا بشكل ممتاز. على ان هم يكونوا قوام كامل متكامل من قايمة جيدة للعبين. عشان تعود غيابات محتمل حدوثها زي ما حصل على مدار الفترة اللي فاتت غيابات مؤثر. فبالتالي دي امور كلها اجابية مميزة جدا جدا. وان شاء الله بإذن الله الاهل يكون موفق في مباراة الاياب. لان لسه الموضوع ما تحسامش. اه نتيجة مريحة. نتيجة تديك افضلية بشكل كبير جدا. لكن الاهم ان انت تركز وحسنا فعل. مسئولي النادي الاهلي بان هم يستفروا يوم التلاتة اللي جاي قبل المباراة تلاتة اربعة ايام. علشان اللعبة ما تحسش ان المباراة مش مهمة. لا مهمة. وفريق كبير. وفريق فاكس تيف بده مهوره اكيد هيبقى قوي جدا. فلازم نكون عاملين.